عايز سألك على حاجة بإيه عن المنتخب رأيك في حكايات محمد مجدي أفشا وزعل منه كل الأبعاده شوية عن تدريبات والنهاردة رجعوا عشان تصريحاته اللي قالها الإعلامية الكصة دي شفتها بس أفشا كان معي في منتخب الشباب لما كنت مسك منتخب الشباب مع كابتن علاء ميهوب وبعد كده أنا مسكت المنتخب لوحده وأفشا كان معي هو ولد على الفطرة أيوة حلوة أولي ما يعرفش حاجة في الحياة ما يعرفش حاجة في الدنيا غير أنه يلعب كورة وراجل كده طيب ومحترم وفي حاله ولا بتاعه قاله ولا قولنا ولا الكلام داخل ولا يزوئ الكلام ولا يفكر فيه قبل بيقوله فعلا برضو إحنا لازم نحط شوية البهارات بتاعنا والشطة عشان الكلام يبقى يدرق في حتة تانية أولا كده كده قالي الكلام اللي عليه شطة بس هي الفكرة اللي انت قلتها دي هو تلقائي هو تلقائي جدا وبيقول اللي جواه ما بيحسب لهاش يعني يا يا كريم فيه مثلا إنت قبل ما أقول الكلمة هحسبها شوية طبعا لكن هو ما فيش هو اللي في قلبه على لسانه يعني اللي هيجي في بالي هوله على قلبه بالزبط كده يعني عاشلك على مرسي الكورت وعطك عنه يو رأيك فيه زكي جدا درب كبير يعني صحيح فيه انتقاضات بس في الآخر إحصائياته إيه جاب كان بطولة عمل إيه عارف اللي انت كنت لسه بتشرحه دلوقتي دوت وتحركات اللاعبين واللعبي اللي بيخش جوه بيطلع بره والكلام ده كله أنا بشوف مرسي الكورة بيعمل كده طويلة وإنه حقيقة؟ فيه شغل بيتعامل تراجل برضو مسك منتخبات ومسك أندية كبيرة واشتغل في ألمانيا واشتغل في نمسا وسويسرا طبعا لا فيه حاجة بتتعمل إحنا بس إحنا عشان برضو إيه كله دلوقتي بقى يعني جمهور الكورة كله على دماغي وناس محترمة كله بحيب كورة كله بحيب كورة وكورة من غير جمهور ما تبقاش كورة طبعا خلينا يعني سرحة في الموضوع ده طبعا لكن اتفرج وتمتع وانتقد وكل حاجة بس إنت برضو ما تعرفش الرجل ده بيفكر في إيه أو عامل إيه أو مثلا التعليمات ممكن يكون إدى تعليمات وما تنفزتش صح بطولة نجاس انت عايز بطولة بالظبط كده انت بتنسى كله يعني ما عليش انت بطولة أفريقيا اللي قبل دي فياكرة إحنا كنا كويسين ولا وحشين لا لا بس خدت البطولة سنة كذا بالظبط فهي في الأول الآخر البطولة هي اللي بتكيب المدرد